خلينا نبتدي مع حضرتكم حلقتنا النهاردة باستقبال سيد رئيس عبدالفتاح السيسي لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الخارجية الروسي نقل لسيد رئيس عبدالفتاح السيسي رسالة من الرئيس الروسي بلاديمير بوتن تضمنت الإعراب عن التقدير والتحية إلى سيد رئيس عبدالفتاح السيسي أيضا كان هناك مضوعات للنقاش ومضوعات التعاون الثنائي بين البلدين والإعراب عن الأهمية التي تليها روسيا تجاه ترسيخ العلاقات الثنائية مع مصر في إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي ما بين مصر وما بين روسيا وكمان من جانبه طلب سيد رئيس نقل تحياته إلى الرئيس بلاديمير بوتن مثمنا سيادته مسيرة التعاون الثنائي المتمثلة طبعا في المشروعات الروسية في مصر في إطار العلاقات المصرية الروسية تماما من جانب الجانب الروسي أطلع وزير الخارجية الروسي السيد الرئيس على آخر تطورات الأوضاع في الأزمة الأوكرانية ومستجدات التحركات الروسية في هذا الإطار على المستوى الدولي وفي هذا الصياق شدد سيد رئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمة مؤكدا ناسيته دعم مصر لكافة المساعي اللي من شأنها تسريع وتيرة الأزمة تسريع تسويت الأزمة سياسيا من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدولي ترجمة نانسي قنقر